اروح لصحيح البخاري لا خليني في القرآن الاول اي رأيت مش كده احلى طبع اما جوم الضيوف لسيدنا ابراهيم امرأته كانت فوق السبعين وقامت تطبخ وتخدم وقرب بنا فيها وامرأته قائمة كيتوافى عشان تبص في المراية ولا ترقص كل تفاسير الدنيا عشر تلاف كتاب بين يديها الآن واعرف في الكلمة فين في خدمة زوجها وضيفها يلا فولستوب من اول سطر البخاري على اليمين وعد ست سطر واقرأ باب زواج الرجل لمصلحته وان سيدنا جابر راح تجوز وحده تخدم اخواته اللي ابوه سابهم شهيد احد فالنبي عصام قالوا انت تجوزتها جابر قالوا نعم قالوا بكر ولا ثيب يعني سبق لها الزواج قالوا ثيب قالوا ليه حبيبي ما تجوزتش بكر انت 18 سنة قالوا بكر ما تنفعش مع اخواتي يا رسول الله حتبقى واحدة زيهم جبت واحدة ترعاهم قال الله يبارك لك عليه الصلاة والسلام ترعاهم دي يعني ممكن هي كمان تبقى اعقل منهم تخيديهم تخلي بالها منهم طبعا فان مش تخدمهم بمعنى خدمة ان هي اقل منهم لا يفاند ده بس 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 بفيش حد في المسلمين ما يعرفش ان فاطمة الزهراء ستنا رضي الله عنها بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايديها ادبرت من الراحة وهي بتطحن وتخبز لجوزها لان فيه اتفاق حصل بين سيدنا محمد وابن علي قال له عليك خارج البيت وعليها داخلة انت تجيب المام وهي تطحن هي كل الموضوع دائما مرتبط بالاتفاق بالضبط بالضبط ده انا بقول حياتك اجيب لك اجابة مختلفة لان الكلام ده نرميه في الزبالة استنى بس ده شوفي الانقح بنت الصديق اسماء جوزة الزبيري بن العوام وكان عنده فرص كان عليها ان تسوسه وعلى بعد عشرة كيلو كانت تجيب العلف بتاع الفرص على رأسها البخاري على اليمين في نص الصفحة بالميلي عدة سابعة وسبعة تحت علف وقابلها النبي في الحر الاركبي قالت فتذكرت وغيرتها الزبير الزبير بغير اللي جايب العلف بتاع فرصه على دمخه وبغير لكنه رسول الله فسكت اقول للنبي مش ركبة ما ينفعش اركب وزع الجوزي ما ينفعش فسكت فعرف ذلك مني صلى الله عليه وسلم فقام وانطلق بناقته ولم اركب وعدت فحكيت للزبير بالليل فقال لركوبك معه اهوا من مشيك على قدميك في الحر دي ابو بكر الصديق بعت لها ولد من الفتوات عبد روح يا ابني قوم بدل بنتي بخدمة فرص جزه فراح العبد قالت ستة اسماء كلمة باشا فلما ارسل لي ابي من يسوس الفرص عني فكأنما اعتقني يعني كأني انا كنت جارية وبيزلوني وده اعتقني فما بقيتش جارية من شدة الوجع ومن شدة التعامل طب انا انا كده افهم بشكل اوضح انا افهم كده انه فرض ولا تفاهم وفضل ده انا حقول لحضرتك هو تفاهم ده انا بقول النسبنا جاب يعني هي مش مفروض عليها ضد ارادتها شوفي حبيبي الحياة قائمة على التعاون ده لازم نعترف بكده والزوجة اللي هي لا تخدم جزها انت بتصورها في صورة واحدة جاية عشان السرير ما فيش غير كده هم قالوا كده حتى السادزة العظام يعني انت جايبها بقى اشمعها شوية من الكير ومبرد واعدالك حتى رجل على رجل وتملك كده والستك بقى اجيب لها خد دماء ومن انتش قادر تضبخ انت ساتك صحيح النبي كان في خدمة اهله فانت تساعدها لكن هل يتصور مسلم ان ده صورة مسلمة زوجة هتخلف وتجيب عيال وتقيم بيت وتعين زوجا ما يعني بلاش اصارت مثل هذه الموضوعات بالذات ان اهل الفضل والسادة من البروفيسير اللي حضرتك قلت عليه وقال والاكابر من السادة علماء الازهر وجمعت عن شمس والقايرة امهاتهم كانت بتشوف الويل في الجموسة والحمارة والفحت والزرعة وتروح لجزها وتشاركوا يا سيد تفاهما طبعا يا شمالهم انا مش ضد الفكر بس ما تصور ليش الزوجة المسلمة انها جايها لا هي كده ولا هي كده الله يفتع عليك لا هي مفروض عليها غصب العنها ولا هو ولا هو فضل حاولي حضرتك على حاجة ابتداء ان يشرب به هو لو راح يخطبها وعارفة انه هو لما يوديها بيته حتبقى خدما ولوه ولومه العجوزة الدين بيعقبها لو قالت لا مش هتجاوزك لا بالضبط كده بالضبط كده اشترك 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 وكل اللي طلبته منها انها بس يتأكل امي وتشررها بس مش عايز منها حاجة خالف حتى ان والدتي ست مريضة عندها السكر وتغطب وتعاني من مرض مخي في الاعصاب واخوات الاربعة البنات كلهم متزودين وانا بسافر وباجي سبعة ايام في الاسبوع سبعة سبعة ايام في الشهر تمام اخر المشكلة ان زوجتي وصلت لمرحلة انها تفت في وش امي وحاولنا برضو ان احنا نصلحها ما اناش عارف اعمل ايه ولا عارف ان انا سوى ايه وروحت عشان حتى احل الانقصال بالتراضي ماردوش ايلا احنا هنمشى عن طريق المحاتم لان انا ماشي بقول الله تعالى وانها تفرقى يقول كل واحد من امه من تعمل لا لا الاية الاية غلط يا احمد واستمحلي معلش انا اسمعتك بس اخليك معين وصدقيا هو انت تقدر تجيب لها خدامة سعيدها يا احمد ايه لا لا اقدر اجيب لها خدامة اه شغالت سعيدها في خدمة امك انا مش عارف ارفض عليك اقول لك ايه صراح اقول اي او لا اقول اي او لا ظروفك المادية تسمح تجيب واحدة بستمائة بالف جنيه في الشهر تخدم امك ومراتك تبقى مشرفة واجب عليك انك تعمل كده لو ما تقدرش يبقى مراتك مجرمة لو سابت امك عيانة وهي تقدر تخدمها وما تخدمهاش لكن انا ابن امي مش جايب مراتي خدامة لامي انا جايب مراتي عشان اتجوز وخلي فواستمتع حصلت ظروف عرضة امي بقت عيانة اختي بقت مكسحة ابويا معرفش مين حالة المادية تسمح ده مش كده وباس ضمك لو قادرة امك لو قادرة انها تجيب شغالة بالف جنيه في الشهر تحميها وتأكلها ليس عليك وانت ابنها مليه مواحد وامك تسرب من فلوسها الدين معجانة وعمره مكان معجانة احنا عجلناه الامر بالترتيب كده امي عجوز لكن صلى الله على محمد هنا وهنا و وعندها اتنين كيلو ذهب ومعاش وفلوس البنك تصرف على روحها وانت تجيب لها بسكوت كيلو فاك امي ما معهاش انا ابنها والنفقة عليها واجبة النفقة في ايه وفي ايه عيش وحلاوة وطحنية ودوة وكسوة وسكن انا ابنها ولا مراتة تتدخل الا في حالة واحدة وانا اقولها لها انا احمد انا صلى الله على احمد ومبشرة برسول نياتي من بعد اسمه احمد انا احمد يعني فاهم دين يا بص يا عيشة انا امي دي كبرت وانت عارفة عن ايه كلمة ام من غير محاضرة وانت عارفة عن ايه كلمة ام المفروض ان امي تصرف على نفسها من فلوسها لكن يا ولدي ابويا سابها غلبانا وهي ملاش عاج والمفروض ان انا انفق على امي من مالي واجيب لها شغالة زي ما اجيب لها دكتور لان انا مش جايبك شغالة واجيب لها انا دكتور يعني ما روحش اصرف على امي مئة الف جنيه علاجه دا وعلى قلبي زي العسل وما يهونش علي اجيب شغالة وقول لا مانا جايب بنوتا في البيت بيت الناس خدامع ده جهل ده عميلة بجهل دي فانت حبيبتي شايفها لا امي معاها ولا انا اقدر اجيب لها شغالة البركة فيك بقى والجملة اللي جاية دي واجبة تسطرين في امي الله يسطرك في روحك وفي زريتك خلا تقول لا بعد الشرح ده تقول لا بقى تفرق وتقول لي الآية غلط يا ابو حميد لا هي وان يتفرق يغني الله كلا منهما ده امتا ده لو الجدر وقع ولا صلح نافع ولا بتاع نافع لكن امك ايه اللي دخل في المضوع يعني ايه امتي بس سبب في طلاقي يعني ايه ولا بويا ولا كائنا من كان طلاق ده انا حتى بقول لكل الدنيا لبنتي انا اجاوزك لكن الطلاق بتاعك بقول لك الدين احنا عكا يا عكو عكا الولي في جواز مش في طلاق الطلاق ده بتاعها هي لان هي اللي بتقول مع السلامة باب لو افرض ان انا عند بنتي وانا ما بروحش اروح دي ايه انا روحت البنتي اربع مرات اروح ليه ما انا بتجيني وانا بتطمن عليها وكل الحوار اللي بيننا هواريو هواريو مش تفاصيل وانا بصوتة خلاص زعلانة انصحها لكن افرض ان انا روحت عند بنتي تلات دقايق مش هتقف على الباب وتقول لي مع السلامة يا بويا وتقفل الباب انا اعرف بقى ايه اللي ورا الباب لا وافرض ان جوزها مؤدب وراجل شيخ المؤدبين ومحترف ووقف معاها عند الباب طب يا ما قافلت الباب هل انا ضامن انه ختت احتباطه ورجعه للليفنج روم او للبيت روم او لاي حتة خلاها ربنا في الرومات الريسيبشنات ختت احتباطه بحنية وطبطب على كتفها على الاقل ياخد المتين جنيين لنا ديتهم لا يعني يتمحل السنة كده انا ما اعرفش ولا انا مشيت من هنا وهو ولا ورح ارصه من دريح حاجاته ارصه وستين ارصه ما تقولولي اللي يعرف اللي ورا الباب اللي خلق الوجود ولا يخفى عليه شيء مش داعنا نقوله لانه معروف وفي الوقت نفسه هي هي صاحبة القرار عايشة معاه للونهار هي صاحبة القرار عايشة معاه للونهار هي صاحبة القرار عايشة معاه للونهار